وفيما قال رئيس اتلاف النصر حيدر لعبادي أن موقف التيار الصدري الهاد يبعث على عدم الارتياح في الوقت السياسي الراهن فقد بحث رئيس تحالف العزم مثنى عبدالصمد السام الرائي وأمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي تطورت المشهد السياسي الأخيرة واستعدادات انتخابات مجالس المحافظات وذكر مكتب السام الرائي في بيان أن رئيس تحالف العزم استقبل في مكتبه قيس الخزعلي وبحضور عدد من قيادات ونواب العزم حيث تم بحث تطورات المشهد السياسي الأخيرة وأن السام الرائي شدد خلال اللقاء على ضرورة دعم اتلاف دارة الدولة لجهود حكومة محمد الشياع السوداني الإصلاحية ضمن برنامج الحكومة والاتفاق السياسي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنة